في آخر 10 دقيقة بماكسب تاريخي للأسف في آخر 10 دقيقة ممكن فعلا نكسب 3-4 آه دي حقيقة فبتكلم إن الوداد حتى كمان غيروا المداري فهم يعني أنا واضح جدا إن تغيير برضو جريده قبل المباراة قبل النهائي بتقريباً بـ 48 ساعة دي بالنسبة لي كتبين إن ضغط الجماهير دايماً مهم جداً أو في كارات أغلب نادي الوداد المغربي فتغيير المداري الفني بعد الخسارة برضو فمعنى كده إن هم برضو عندهم حاجة كده يعني الضغط الجماهير اللي هم عامل كبير في إتخاذ بعض القرارات من ضمنهم اللعيبة ومن ضمنهم مدير فني طيب نروح لمركاتو الترجي ونشوف لأسان داونز آه سوري سان داونز نروح لمركاتو سان داونز سان داونز دايماً لازم تركز معي نازم تركز معي نازم تركز معي خلو بلك رغم الحقيقة إنه السكواد بتاعت السان داونز أنا بعتبر واحد من أفضل الفرق غرورهم ثقاتهم في نفسهم اللي زيادة شوية بيدفعوا التمانها غالي جداً لكن هي بالتأكيد فرقة من أفضل الفرقة اللي عندها عناصر كورة لكن سؤال كبير جداً وعلا أنت ستفهم كبير جداً بس بدي نستغناء على هذا الكمل كبير جداً إتناشر لعيب ولعيبة مهمة هنتكلم عنهم إتناشر لعيب استغنت عنهم إدارة سان داونز أبدأ مع مصطفى ماشي مين الحاجات أو الصفقات اللي لفتت نظرك الرحلين ملولا طبعاً ملولا دا لعيب مهم جداً أنا استغربت أن هو ميشي يعني أنا مستغرب أن هو إزاي ميشي يعني دي غريبة فأعتقد هو ميشي احتراف يعني ده أتوقعه احتراف في كندا احتراف الدور أنا بتكلم في كده احتراف الكندا نادي تورينتو بلعب في الدور الأمريكي ونادي كندي بس بيشارك في الدور الأمريكي أعتقد فرصة حلوة جداً جداً للاعب زي دا يلعب زي دا يروح يلعب قدام ميسي ويروح يلعب دوري وحمد حمدي بقى وحمد حمدي كنا مع بعض وكلمنا عن ملولا دا قلت لك أن ملولا دا صغير في السن ولعب يعرف يجيب جون وأعتقد أنه مش هيكمل لما أعتقد من ضمن اللعيبة وفعلاً هو أعتقد الفرصة بس برضو خبص للرقم لأنه الرقم ليه دلالة أنك تسيب نجم أو لعب مؤثر يطلع يحترف في دوري مش كبير أو حتى الدوري الأمريكي بكل الأسماء اللي فيه مهاش من الدولات الكبرى شوف الرقم اللي سايب فيه سانداونز اللعيب بتاعه نحن هنا النهاردة لعيبها نشئين لسه طلع بس لعبة أفريقيا للشباب بسمع أرقاب 40 مليون 40 مليون و50 مليون تدفع في العيبة كبيرة في أوروبا مين أسماء الثانية ماجد لفتت نظرك في قائمة الرحلين من سانداونز أغلب الرحلين يعني مش من القوام الأساسي حتى حارس المارمل ماشي من عندهم برضو ده اعتزل أصلا فلا ما فيش حد هو ملولة بس اللي ذات قيمة الباقي عندهم أغلبهم حتى راح دوريات محلية يمكن فيه عندهم مدافع راح نادي الرجاء المغربي ودي غريبة شوية يعني هاشم دومينغو ده راح هاشم دومينغو هو أساسا راح فري ترانسفر يعني فري ترانسفر كل الصفقة راح تكون صفقة تجربية حد راح للمنافس أورلاندو بايرتز أعتقد برضو أه عقد انتهى برضو عقد انتهى من الإدارة ما جددت لهش أو ما تلصلوش إلى اتفاق بقيت الأسماء أه من الزب تهم يعني فرق كلها مش من الفرق المقدمة يعني بتهالي بعيدة أورلاندو بايرتز سانداونز ها دي فرق الكبير ها دي ثلاث فرق معتاقد اللعبة دي أغلبها مكتش تلعب حتى مكتش موجودة أصلا كمان يلا داخل التمنتاشو طيب عوادوا الأسماء دي عوادوا 12 اسم راح على سكواد الفريق بمين تعالوا نشوف صفقات سانداونز في أمريكاتو أل سيفي فيه 11 جونيور من ديتا ده أرجنتيني وهنا دايما المدرسة اللاتينية اللي دايما أو الأمريكا الجنوبية اللي دايما هو بيميلوا ليها لأنها بشوف دايما طريقة لعب سانداونز دايما فيهم شبهة قوي من طريقة لعبة أمريكا الجنوبية جونيور من ديتا ده كان بيلعب برضو في جنوب أفريق يعني مش مش جاي من الدوري الأرجنتيني هو أرجنتيني جنسية لكنه كان لعب محترف في الدوري الجنوب الأفريقي و اشترع جناح شمال هم تقريبا في أغلب انتلاباتهم جايبين فرود وجايبين جناح يمين أنا شايفين أنه فيه لعيب برازيلي جاي من بلجيكا من بلجيكا اسمه لوكاس روبرتو كوستا لوكاس روبرتو كوستا 24 سنة لا وسط مهاجم لا وسط مهاجم 24 سنة أغلب الانتلابات الليها كلها هجومية ودي بتبين شخصية أو طريقة لعب سان داونس دايما هم بيميلوا للمدرسة الهجومية وحيانا الغرور برضو اللي بيكلفهم كتير جدا وكان من أسباب خسارتهم قدام الوداد المغربي لكن طبعا اش معروف قيمة الصفقة دي الصفقات اللي تعمل اللي أنا عنها الصفقة الأولى اللي هو من ديتا جونيور 600 ألف والصفقة التانية اللي هي نكاو الجناح اليمين نكاو جاي برضو من جنوب أفريقيا من جنوب أفريقيا جاي 45 ألف يورو ما فيش صفقات برضو يعني مدوام لو بصنا لأغلب الصفقات هنلاقي سنتر فيرود جايبين اتنين وجايبين ورايت وينجر واحد وهو بشغر بس جول كيبر وكما عشان فيه جول كيبر اعتزل لما بصنا اللي كانت مشيت هو فيه جول كيبر اعتزل فبين كده هم بيعوضو بجول كيبر تاني طبيعي جدا وجايبين برضو بص ليفت وينجر جايبين ثلاثة لانه بصنا تحت نزلنا تحت ان لا يوجد فيه جايبين ثلاثة ليفت وينجر فهو باين جدا طريقة لعبهم بيتميل للهجوم من القوائم الأولية من المركات يعني سوء الانتقالات هل ممكن تحدد مين هيكون المنافس الأقوى للأهلي الموسم اللي جاي والقصة فيها تفاصيل تانية كتير الموضوع اه يعني الموضوع زي ما انت بتقول تفاصيل تانية كتير مش على قد لعيبة بس على قد الفكر الفكر الفني بيأثر بشكل كبير جدا انا بشوف الفريق اللي بيحافظ على المدير الفني بتاعه مش على اللعيبة بيكون عنده قدرة ان هو يواصل بنفس الستايل وبنفس اداء اللعب وبنفس طريقة لعبه حتى لو خرج من عنده ثلاثة اربعة لعيبة من القوام الاساسي وقدر يعوضهم بطلبات من المدير الفني او ان هو يكون طلبهم فما تأثرش على اداءه فاعتقد ان ساندونز من الاندية دي اللي ممكن تكون منافسة قوية جدا قدام الاهلي خصوصا ان فيه انباء ان البطولة السوبر دي تتلعب اصلا في جنوب افريقيا بشكل مجمع فاعتقد هتكون فرصهم كويسة جدا ولكن يعني جماهير جنوب افريقيا مش الجماهير المرعبة يعني جماهير مخترمة جماهير كويسة مش زي جماهير شمال افريقيا بشكل عام او جماهير الاهلي اللي بتدي دفع معنواية كبيرة للاعبين فاعتقد ساندونز المنافس الاول لكن هم مزعجين شوية مزعجين نتخطى الازعاج ده مش اكدر وانت بتفاجع ما تشحس بزنة الاسباب ومزعج